السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وصحابي حبيبة عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير سليبر حلو قوي او شراب حلو قوي للكبار والصغور انا عاملها نيوبورن للمواليد لكن انت تقدر تعملي الموديل ده كمان للكبار هحطيلي الجدول للمقاسات عشان تقدر تعرفي المقاسات اللي تقدر تعملي بيها الغرزة الحلوة دي انا عملته بطريقة السطور القصيرة حلو جدا وسهل وبسيط اوي 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 بس مجرد انت تعرفي تقنية السطور القصيرة هتقدر تعملي لأي مقاس كل المقاسات هتنفذي بأي لون انت عايزاه للكبار والصغار وعلى فكرة ينفع حريمي ورجالي يعني ينفع اولاد وبنات لان انا عاملها الولد انت تقدر تعملي كمان لولادك الكبار تمام الاولاد او البنات حسب اللون اللي انت هتستخدمي ينفع بيخد كتير المهم ان انت تستخدمي ابرة اقل لنص نمرة من مقاس الخيط اللي انت هتستخدميه عشان الشربات بتحب تكون مقاس الابرة اقل لنص نمرة او نمرة كمان يلا بينا نبدأ على بركة الله ما تنسيش الشركة في القناة وتفعلي زر الجرس يا امر تعالوا نتعرف على الخامات اللي احنا هنعمل منها الشوز الجميل دوت وقالنا هنعمله لأي مقاس انا هستخدم خيط برينس ستار كلون يدخل معي هنطعم بيه شغل والخيط الاساسي برضو هو حاجة شبيه البرينس ستار برضو خيط لندن استوكات يعني الاتنين مع بعض انا موفقه مع بعض والاتنين هيبهوا حلوين جدا للسليبر الحلو ده طبعا بالنسبة للمقاسات هو مش هياخد خيط السليبر ده بياخدش خيط ولو انت هتعمليه البيبي زمان هعمله البيبي وهشرح لك في نفس الوقت ازاي تعمليه المقاسات الكبيرة مش هياخد خيط يعني البيبي لو عندك باقي خيط هيستخدم معاك الخيط ده بالنسبة للخيط هو البرينس ستار هو اساسا بيقترع علي ان انا هشغله بابرة رقم تعالي نشوف الابرة اهو هنشوفها مع بعض بيقول لي ابرة رقم اربعة بس الحقيقة انا هشغل ابرة رقم تلاتة ونص بالنسبة للسليبر او الشرب ده الشربات دايما بتحب ابرة اصغر شوية من من الابرة الاعتيادية بتاعت الخيط يلا بينا نبدأ على بركة الله هبدأ اشغل السلسلة بتاعتي سلسلة عادية انا هشغل في المقاس اللي انا بعمله ده تمانية وعشرين غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين غرزة دول الاساس بتوعنا. تعال نشوف احنا شغلنا سلسلة مقاسها ايه? بالنسبة للبيبي. تقريبا سلسلة مقاسها اربعتاشر سنتي. هبدأ ازود غرزة. يبقى انا كده عملت عدد فردي تسعة عشرين غرزة. هليف الخيط. هفوت الغرزة الاولى وراح للغرزة التانية. هسحب الخيط كده معي تلات حلقات على الابرة. هسحب الغرزة التالتة من خلال الغرزة ايه. اخواتي المبتدين حطي ماركر هنا. هليف الخيط على الابرة. واروح ليه الغرزة التانية. معي تلات حرقات على الابرة. شايفين انا بعمل ايه? شايفين انا هعمل ايه? هزوق دي كده. اهو. بدأ انا اسحب التالتة من خلال الاتنية. الغرزة دي من الغرز اللي تنقول عليها يعني رخمة يعني في صحبها. فعشان كده انا بقول لك الحركة اللي تعملها. هتدخل كده. تسحبي الخيط. معاك تلاتة. هتروح يزقق التانية كده. اهو. وتسحبي التالتة من خلال الاتنين. نفس الكلام لحد اخر السطر. في كل غرزة بنعمل غرزة نص عمود خصيرة. تمام? شايفين انا بعمل بصي بكل سلاسة. حركة زقتك ان انت بزقي. بتضغط على على الغرزة اللي في النص دي كده. بتخليك اتعافة اصحابي التالتة. اهو. اراعي ان الحلقة اللي على الابرة تكون مظبوطة. ما تكونش مهوية. نكمل. ندخل في الغرزة. اهو. كل الشغل بتاعنا. شايفة? بصبع كده زقيت الغرزة التانية عشان اقدر اصحاب اللي ايه? التالتة من خلال الاتنين. هتكملي كده التمانية وعشرين غرزة اللي عندك. اللي هو العدد. انا عامل عدد زوجي. لو انت عايزة تطولي رقبة الشرف شوية. زوجي عدد الغرز. لان عدد الغرز هنا مرتبط بالمقاس اللي انت هتعمليه. وانا هحطي الجدول فيه صندوق الوصف. فيه مقاسات كل الاطفال والكبار. انا هكمل الغرز بتاعتي بالشكل ده. وهحصل على تمانية وعشرين غرزة عمود قصير. خلصت السطر بتاعي ده اول سطر. هرتفع غرزة ودايما مش معي في العدد. بص الغرزة الاولى. لا حرفين. ادي حرف ودي حرف. تمام? هلف الخيط. وهدخل في الغرزة الاولى من الحرف الخلفي. هسحب الخيط كده معي تلاتة. نفس الغرزة اللي كنت بتشغلها. النص عمود القصير. هلف الخيط الحرفين اهم. طبعا في حرفه قدامي ما ليس جعب. انا بكلم عن الحرفين دول. هدخل من الحرف الخلفي. هسحب الغرزة التالتة من خلال الغرزتين. في كل غرزة. هعمل غرزة نص عمود قصير من الحرف الخلفي. زي ما انت شايفة كده. هنكمل السطر كله بالشكل ده لاخر الشغل. تمام. هكمل الثمانية وعشرين غرزة نصف عمود قصير من الحرف الخلفي. خلص السطر بتاعي. فقدر اخر غرزة. هلف الخيط. وهاخد الغرزة الاخيرة. زي ما انت شايفة كده. اهو. تمام. بعد كده هسيب الخيط ده عشان اشطب منها. وهروح سحب غرزة. واسحب الابيض اقفل عليها جيم. هجيب الفتلة بداية اللون الجديد. هعمل عليها غرزة ارتفاع ومش معي في العدد. واقفل الغرزة اللي هي اللي انا عملتها بتاعة الابيض جامد. هلف الخيط على الابرة. واخد الخيط اللبني ده عشان اشتغل عليه. بندخل منين? دي الغرزة الاولى هي شايفينها? هدخل من الحرف الخلفي. معي تلات حلقات. هسحب التالتة من الاتنين. لف الخيط على الابرة وادخل الغرزة اللي بعدها. تلات حلقات واسحب التالتة من اللي اتنين. نلف الخيط على الابرة اهو. اجي حرف الفي. هدخل في الحرف الخلفي. غرزتي مش هتتغير. هو تكتك الشغل بس الشكل هو اللي بتغير. من الحرف الخلفي. ممكن وانا في البداية هنا كده اشد غرزة البداية. تشد الخيط بتاع البداية بس كده تزبطيه وتوزيني الغرزة الايه? الاولى عشان ما يكونش مهوي معاك. تمام? وانت في البداية كده. خلف الخيط وارجع تاني. هشغل من الحرف الخلفي. اهو انا بزوق شايفها? التانية هي اللي بزوقها. عشان اقدر اسحب التالتة من الاتنين. هشغل كده نص العدد بتاعي. يعني انا عندي تبانية وعشرين غرزة. تمام? او على حسب طول رقبة البود بتاعي. انا عايز اعملها الدقيه. فانا بالنسبالي هعملها عملها اربعتاشر. عشان اقدر اتنين على اتنين. هنعدي احنا عملنا كم غرزة كده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. كده عشرة. حداشر. اتناشر. تلاتة اشر. اربعتاشر. كده احنا اشتغلنا نص عدد الغرز بتاعتنا. وسبنا الجزء اللي انا قلتلك ان انا هعمله رقبة البود. لان انا البود قلتلك هتنيله الرقبة بالشكل ده. يعني ده طول الشراب. تمام? لما اشتغلت النص هارتفع غرزة ومش معي في العدد. تمام? الغرزة التفعتها مليه الجعبية هروح للغرزة الاولى. هلف الشغل. خلاص غرزة الارتفاع هي. الغرزة الاولى هي. لها حرفين. هدخل في الحرف الخلفي برضو. اعمل الغرزة نص عمود قصير. ثاني. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حدوش. اتناشر. تلاتة عشر. اربعة عشر. هسيب الخد ده هجيبه قدام كده. واجيب خد الابيض. هعمل بيه غرزة. واخد اللبن ده كده. هشده جامد. هقفل الغرزة الايه? الاخيرة. هرتفع غرزة ومش معنا في العدد. هلف الشغل. هكارل نفس الشغل من الحرف الخلفي. هنعمل فوق الاربعتاشر برزة دول. هنعمل اربعتاشر بالابيض. هات. هنعمل من الحرف الخلفي. انا بشغل ببطء جديد عشان اخواتي مبتدئي. كده الغرزة التلاتاشر. ودي الغرزة الاربعتاشر. انا هشتغل شبه السطور القصيرة. عايزة انزل هنا الشغل على الابيض. بس انا عندي عائق سطرين. فهعمل ايه؟ الغرزة الاخيرة اللي انا اشتغلت فيها. اللي غرزة النص عمود القصير. لها حرف زمانتي شايفة بصي. انا اشتغلت في الحرف الخلفي. فلها حرف ايه؟ امامي. هدخل في الحرف الامامي ده. هجيب الخيط هلفه شايفة هلفه ازاي؟ هزبط ان الغرزة تكون دي اولا مقفولة على الابرة. ثانيا الغرزة الفتلة اللي انا لفتها شايفة؟ لفتها في النص كده ورجعتها ورا. عندي بعد كده احنا كنا اخر غرزة اشتغلنا فيها هنا. الغرزة اللي بعدها هنزل فيها. اصحب الخيط. كده انا معي التشكيلة اللي انت شايفها دي. هسحب الغرزة اللي انا سحبتها من خلال الثلاث حلقات دول. الف وكمل شغلي عادي. من الحرف الخلفي. يبقى الغرزة بتاعتي واحدة. هو التكتيك فين؟ في الجزء اللي انا عملته هنا ده. دي نفس طريقة الاسطر القصيرة. تمام. كده احنا عملنا الجزء بتاع البوت. كده انا خلص الجزء بتاع رقبة البوت نفسه. بتانيته. قلنا بنرتفع غرزة ومش معانا في العدد. هلف الشغل. ولف الخطع الابرة واروح للغرزة الاولى من الحرف الخلفي. اكرر نفس شغلي. بنفس النمط ونفس الطريقة. بنشغل الاربعتشر غرزة اللي قبل اللون اللبني. ما انت شايفة كده. طب كده انا ايه خلص قررت اخلص الجزء ده. كاني مش شايفة اللون اللبني. هو انا عندي سطر ابيض كامل. هكمله من نفس الحرف الخلفي برضو. تمام. كاني مش شايفة الشغل بتاعي. مش شايفة اللبني. انا بشغل على السطر الابيض. شايفة اللبني. اما حاجة لو لقيت الغرزة. عملت معي كده فتلت كده. لازم اعدلها عشان انا باخد من الحرف الخلفي. لما بتخدي من تحت الحرفين. لو فلتها معك حتة ممكن بتدارها في الشغل. اما بالزات الغرز اللي تخديها من الحرف الخلفي بتبقى بينها معاك. عشان كده مش لازم الخط يفتل منك ابدا في الغرزة دي. انا بشغل معك هوا بدون مقطع الفيديو. شايفين هي وائرة دون انت بتتلاقي تفتل معك. لان انا بشغل بابرة اصغر. ودي الغرزة الايه؟ الثمانية وعشرية. زي ما انت شايفة كده وده وش الشغل. خلاص انا خلصي سطرين. هسيب الخيط الابيض. هجيبه كده. واجيب الخيط اللبني بس اشده من الغرزة الاخيرة ما تبقاش مهوية. وبدين ارفع به الغرزة. وبدين ارتفع غرزة قلنا مش معنا في العدد. وامسك الخيط الابيض اشد غرزته الاخيرة. هلف الشغل. هلف القطع الابرة وروح للغرزة الاولى. خلي بالك ان هنا دي الغرزة اللي كانت الاخيرة. مش اللي غرزة الاربعة تشغل غرزة الاولى هي. الغرزة الاولى. التانية. التالتة. الرابعة. الخمسة. الستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. تلتاشر. الغرزة الاربعتاشر اللي هما نص العدد بتاعي. هرتفع غرزة ومش معيها في العدد وهلف الشغل. هسيب غرزة الارتفاع وروح للغرزة الاولى من الحرف الخلفي. نعمل غرزة نص عمود قصير من الحرف الخلفي. الاربعتاشر غرزة. بسي كل ما تفتل معي. الخط زي ما دولي هو تخين شوية عن على الابرف عشان نعمل غرزة الاربعتاشر. نعمل غرزة الاربعتاشر. نعمل غرزة الاربعتاشر. نعمل غرزة الاربعتاشر وطير غرزة الايه? الاربعتاشر. اجيب الخط كده. ورح جايب الخط القبيض. اشده بس على ايه? الغرزة ديت. وروح رفع عاملة غرزة. اشد بس الخيط اللبني على قد الخرص بتاعتي. ارف الخيط. وروح للغرزة الاولى. برضو هاشتغل بنفس النمط بتاعي. اللي اشتغلت به هنا. تمام? تعال فكرك به. عشان انتي هتكملي السليبر او الشراب او البوتس نفس النمط كده. تريده. تريده. اربع. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. اشرة. اتناشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعة عشر. هناخد عشان ننزل بقى تحت. هاخد الحرف التاني بتاع الغرزة. الاخيرة. هاجيب الخيط. هلفه برا كده. دي الغرزة اللي احنا تشغلناه اللي اربعتاشر. هاجي للغرزة الايه? الخمستاشر. الحرف الخلفي. هسحب الغرزة دي من خلال التلات حلقات اللي معي على الابرة. بعد كده هكمل شغلي عادي. في الحرف الخلفي. هتكمل الشغل كده عادي لحد اخر السطر. تمام. هتكملي عادي وهترتفع غرزة وترجع نفس النمط ترجع السطر الايه? ابيض بنفس ما ارجعنا هنا. وترجع تبديل اللون تاخدي اللون اللبني. تاخدي اللون اللبني تشغل اربعتاشر غرزة ترتفع غرزة ترجعي الاربعتاشر وترجعي الابيض. وتفضل اتقرري بالشكل ده لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزها هقولك عليه. خلصت الادوار بتاعتي للمقاس المطلوب. وتعالي هنا اقولك. بس الاول عايز اقولك حاجة. انا طبعا نهيت بسطر واحد منه اللي هي السطور البيضة من السطرين. وتعالي هنا اقولك ازاي تاخدي المقاس بتاعك لأي مقاس لو انت عايز تعملي لأي مقاس. اولا احنا بنبدأ السلسلة السلسلة. السلسلة بتكون عندك بتعمليها عرض القدم ضرب اتنين. يعني انت بتاخدي المقاس الجدول عندك فيه الجدول اللي انا سيبقولك. بتشوفي عرض القدم اللي انت هتعمل له دي. وتضربي في اتنين. انا بالنسبالي عندي الاطفال الصغيرين اللي هو الموليد دون العرض القدم عندهم كان آآ ستة سنتي. لما نضرب في اتنين يديني اتناشر. انا خليته اربعتاشر ليه? لان انا عايزة ازود الايه? المرض ده شوية. زودته اتنين سنتي عشان ازود الايه? المرض ده عندي هنا او القلب يبقى شكله حلو. قد كبير من صغير. تمام كده? دي حاجة. يعني هنا ده انت بتتحكمي فيه عشان ايه? القلب. طيب بالنسبة للأسطر اللي هتشغل ياه. هتشغل عدد فضالة الشغل يأسطر أسطر بالشكل اللي احنا تعلمناه وشوفناه. لحد ما توصلي ان انت عدد الادوار بتاعتك هتساوي ايه? هكتبها لك على الشاشة هو. طول القدم ضرب اتنين. انا عندي بالنسبة للمقاس اللي انا بعمله طول القدم عنده عشرة ونص. ضرب اتنين يعني هيديني واحد وعشرين سنتي. فبالتقريب تقريبا انا عملت واحد وعشرين سنتي زي ما انت شايفه كده? حتى لو هو اقل. اقل حاجة بسيطة مش مشكلة. هو كده كده غرزة مططة. لان انا لو كنت زودت تكرار تاني فكان هيديني مقاس اكبر. فعشان كده انا اكتفيت. اداني تقريبا ايه? زي ما انتم شايفيني عشرين ونص او واحد. يعني مقربة على واحد وعشرين. ده ايه? طول القدم. المسافة دي بتساوي طول القدم ضرب اتنين. المسافة دي بتساوي عرض القدم ضرب اتنين اللي هي السليسة. تمام كده? دي المقاسات لأي مقاس. تعالي بقى نخلص شغلنا. طبعا انا بالنسبايلي لما خلصت اخر حاجة خلص وصلت للمقاس بتاعي المطلوب. تعالي بقى هنافل ازاي? هنعرف الوش من الظهر ازاي? بصي انا اخترت ده الوش. طب ليه? تعالي نشوف كده الظهر. تعالي شوفي كده هنا شايفة هنا? الحرف بص زهر عندي ايه هنا? تعالي شوفه في المقابل بتاعه هنا. هتلاقي الحرف بتاعي نجيف. شايفين? فعشان كده ده الوش. وده ايه? الظهر. هنبدأ ادخل في الغرزة الاولى. الغرزة لاز مانت شايفة بصي لها حرفين. أجي حرفة امامي ويجي حرفي خلفي. هدخل في الحرف الخلفي لها. وادخل في الغرزة اللي специالي قصدها. هاسحب الخيط. بعدين اسحب منزلق. ارجع تاني للغرزة التانية في الحرف الخلفي. اللي هو اعتبر كده من الداخل. والغرزة اللي قصدها هي حرف واحد. واسحب غرزة منزلقة. تقدر تخيطيها عشان تكون يعارفها. هدخل من الحرف الخلفي. وهنا الغرزة اللي قصدها. اسحب الخيط وبعدين اسحب المنزلقة. كل غرزة هعملها بالشكل ده. ندخل في الحرف الخلفي. وهنا في الحرف اللي قصدها. نسحب الخيط ونسحب منزلقة. نكرر. ونرى كمان. احنا كنا هنا فهنا ندخل فين في الغرزة اللي بعدها. تمام كده. تعالي نشوف شكل الشغل من الامام. شايفة? مش هيبان ان انت هنا مقفلة. اهو. هيمشي الشغل بنفس النمط ونفس الرتمة. هكمل شغل كده بقى لحد اخر السطرة. تمام? وتعالي اللف هنا نشوفها اللف هنا ازاي. خلصت سطر التقفيل بتاعي. دي كده اخر غرزة. في السطر. هسحبها بغرزة منزلقة. هنلف بقى للشغل هنا. هدخل في كل غرزة. قصد اختها. منزلقة. وهنا في الغرزة الاخيرة دخلت مرتين عشان خاطر يعتبر الف. يبقى مرة للصدق اللي هنا ومرة اللي هنا. بعد كده هروح الغرزة اللي بعدها. برضو. واللي بعدها. اهو. اعمل برضو غرزة منزلقة. زي ما قلتلك لو انت عايز تخيطيه خيطيه. دخل في كل سطر. لان السطور عندي سيارة. سطور حشو. عشان كده هتعتبر كأنها كل سطر كأنه غرزة. تمام. خلص لحد قبل اخر السطر بحوالي كم سطر بالشكل ده كده. عشان الجزء ده نبدأ ايه؟ نعمله الامام بتاع السليبر بتاعنا. خلصت قفلت المسافة دي وسبت المسافة دي عشان نكشكش عشان يبقى ايه? الامام بتاعنا. هقفل الخيط بتاعي. واشد الخيط. واجيب ابرة التشتيب. انضمها. قدمت ابرة التشتيب بتاعتي. بعد كده هسرج الجزء ده كده. بالشكل ده. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. كويس كده وبعد كده اشبكها هنا واشبكها وبعدها كزا مرة الحرف بتاعي بعد ما شدته كويس جبت المقص وهقص الخيط بتاعي واي فتلة عندك زيادة بقى شطة بيها ده كده شكل القدم هتلاقيه شكله غريب شوية بس لما يتلبس ليه البيبي هتبص تلاقيه يبان معاه التأسيمة الجزء اللي احنا كشكشناه من قدام ده هو امام القدم قشة القدم تمام وطبعا ده بتيني كده بالشكل ده ممكن بقى انت تلبسي القدم عندك او لو انت بتعرضي او تحطي شوية مناديل وده شكله طبعا وهو مفتوح ده شكله تعليشو شكله بعد ما تحط المناديل ده كده بعد ما حطنا المناديل انا ما عنديش قدم السريبر حلو قوي وسهل وبسيط وجميل جدا وغرزته حلوة وكمان تعلمنا تقنية السطور القصيرة اتمنى انه يكون عاجبك ما تنسيش تعملي لايك وشيرلي الفيديو اذا كنت جديدة في القناة انا برحب بيكي وبقولك اهلا وسهلا نورتيني من فضلك دوسي على زر الاشتراك وفعالي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بقدمه وإلى لقاء اخر في حلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة